بكتنا جامد قوي في اعلى نسبة مشاهدة عشان كده الناس قالوا اوقت شغلوا تاني عشان بكتنا قوي يعني فتحي والد شايماء والد من وجهة نظر حضرتك شايماء واللي زيها جاني ولا مجني عليها شايماء في اعلى نسبة مشاهدة وحضرتك والدها من وجهة نظر محمد محمود هي جاني ولا مجني عليها في الظروف دي كلها ده انا قلته في المشهد المحكمة هي مجنع لها يعني لما بقول القاضي يا سات القاضي قبل ما تحسب شايماء حسبنانا انا وليه الامر حسب المجتمع حسب الظروف حسب الصح اللي بقى غلط والغلط اللي بقى صح الحرب دلوقتي ما بقيتش بطيارات ودبابات ما بقيتش ضرب اهداف حيوية بقيت ضرب المجتمع في اعز ما يملك في شبابه في سوابت في مباده في سوابت دينه في التشكيك في الرموز في تخوين الشرفاء من ابنائه دي حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس اللي احنا فيها دلوقتي ما اسهل ان اكتفتت المجتمع من خلال السوشيال ميديا وحنا شايفين ده بيحصل دلوقتي عشان كده احنا بندق نقوس الخطر بالمسلسل ده بنقول للناس يعني خلوا بالكم ده اللي حاصل فهي مجنة عليها بسبب كل الظروف اللي انا بقول عليها دي هي مجنة عليها طبعا والاب والام مسئولين اه بس تسمعتها عشان كنت توجهها ياريتني ما سبتها تخرج من البيت ياريتني عقبتها ويفحضني اسمعها وفاهمها يبقى الاب والام مسئولين والام بالذات بالنسبة للبنت هي سرها ممكن البنت بتقدر تشو قول لابوها الكلام ده تقول لأمها امها ما تحس بالخطر مش قادرة لوحدها تدخل لابوها في الموضوع فلازم الاب هنا يبقى عندهم العقل والحكمة اللي يقدروا يقيموا الموقف ده ويوجهوا الولاد اللي لسه طالعين للدنيا دول ونقول لهم لا ده صح وده غلط فهي مجنع عليها وفي نفس الوقت الشطان بقى والاصدقاء السوق والعالم العالم كله مسك تليفون دلوقتي كل الاطفال دلوقتي مسكين تليفونات وكله وللأسف زي محاريتك برضو كنا لسه بنتكلم احنا بنبصر للحاجات دينية هزار وقاعدين وبيتفرجوا على حاجات بس للأسف ده موضوع كبير وازاي ممكن تعمل عليه كونترول يعني زي محاريتك قلت دلوقتي الحارقة قلتو في المحاكمة ويمكن احنا شفنا على السوشال ميديا برضو لما حطوا صورة حضرتك مع النجم الأصمر الرائع أحمد زاكي وكان فيه مقارنة جمدة جدا ما بين المحاكمتين في ضد الحكومة ومحاكمة حضرتك فقا على نسبة مشاهدة وده دي يعني انتو تكلمتوا بجد يعني أعتقد أنا معرف أكيد أحمد زاكي كمان هو بيقول كان بيكلم عن الشعب وان كلنا فاسدين بجعد عشان كده المشهد ده لا يمكن يتنسي أبداً صح عشان كان صادق صادق حقيقي بالضبط وقعي جداً واللي حضرتك قلته ده واقع إحنا عايشينه النهاردة حقيقي حقيقي هو ده اللي حاصل وده كان من أسعد ردود الأفعال اللي وصلتني بعد المسلسل بتاع أعلى نسبة مشاهدة لما يقال أن أعلى مشهدين محاكم في تاريخ الدراما المصرية هو مشهد الراحل العظيم أحمد زاكي ومشهد أعلى نسبة مشاهدة محمد محمود اللي أنا عملته في المسلسل لأن كان في صدق عالي قوي عارفة المشهد ده إنجي؟ أنا خدته قبل اللي ما نصوره بيومين كانوا مأجلين وأن المشهد ده من اللوكسة في حتين كاملين طبعاً فأنا عملت اللي ما عملتوش في بقية دوري في المسلسل كله قطعت السكريبت الورقتين دول ونقلتهم بخط إيدي عشان تحفظهم عشان يبقوا في الحضني طول الوقت فأنا قاعد في العربية في إشارة بطلعهم أرجعهم وأنا أنام على السرير قبل منام بطلعهم أرجعهم وأنا في اللوكيشن بصور ومعنديش حاجة في بريك برجعهم علشان لما وصل اليوم التصوير مبقاش بدور على الكلام وعالإحساس يبقى صعب الإحساس فقط أنا خلاص شربته خلاص تماماً بقى جوايا فبقى طبيعي أقول يبقى بيطلع الإحساس الطبيعي ما بقاش لي تستبقفش الكلام فكانت النتيجة ودي نادرة ما بتحصل إن المخرجة خدته من أول تيك متعدش تخيلي صفحتين ده المونولوج ده ده مونولوج ده كتير قوي المشهد اللي شفناه ده من أول تيك لأنها بتقطع بكذا كاميرا لأنك شربته وأنا عارف إنها عيده سبع تمن مرات وحعيد الإحساس ده سبع تمن مرات إزاي 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 مش حبقى صادق فأنا فجأتها زي ما هي قالت لي قالت لي أنت فجأتني فاخدته من أول تيك وبدأت بعد كده تعمل بقى الزولف بقى وتاخد زاوية تانية وتاخد الزاوية الوسعة والكاميرا الأدية والكلام ده وعملت المشهد باللي إحنا شوفناها ده لدرجة اللي بعد ما خلصت المونولوج ده الولاد المجميع اللي عاديين في المحكمة حسسوني إن أقف على المسرح وعند ما خلصت المونولوج ده يسقفوا صريخ سكسيك إنهم في مسرح فالمخرجة سراخت يتلوم إيه ده بس 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 وراحت دخل البلاتو وراحت بيسد ماري مش عارفة أقولك إيه طبعا طبعا لأن كنت في أنا حاسيت إن أنا فتح البنهاوي في اللحظة دي والبنت اللي وقفة في القفص دي بنتي لقدر الله شايماء أنا تخيلتها كده فحشان كده طلع باللي انت شفتوه ده صدق صدق يعني أنا كنت فعلا من جوايا متدمر بجد 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 لدرجة إن بنتي فعلا سألتني مرة قالتلي بابا إنت في المسلسل عموما إنت كنت بتتعامل مع البنان دي على إن أنا اللي قدامك يا حبيب تبا حسيتني زي إيه لي؟ نفس المصطلحات وأنت معايا في لحظة صفاء بتكلمني بتهزر معايا ولما بتشد علي والأب أب إنت أب يا أستاذ محمد قلت لها تقريبا آه آه كنت أحس بجد إن دي حالة أنا مصدق الشخصية ومصدق إن دول ولادي مصدق لقدر الله إن أنا في الموقف ده فهي الصدق صدقيني هو اللي يوصل للنجاح بالطريقة اللي هنشوفناها دي مم